أرجو أن تنتبهوا للناس بتاعكم وأمنهم وسلمتهم الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الأجهزة وأبداً أبداً لا تغمض عين لا تغمض عين ولا جفن اوقعوا اوقعوا وتتطمنوا وتقولوا لا لا ما فيش اطمئنان أبداً غير أن احنا دايماً عينينا منتبهين لكل حاجة ومعنا أبناء سينة أهلنا ينتبهوا معنا ما تسكتوش على حد لما ما قدرناش نعمل قبل كده في 2006 و 7 و 8 و 9 و 10 اتعامل لما سكتنا لما سكتنا شفتوا اللي حصل فينا ايه ما تسكتش والنهاردة انك تتعاون في انك انت تقول خلي بالكم الابننا ده متلغبط احنا مش حنضيعه لا بالعكس حنحاول نشوف حل معه ونعالجه ونفهمه وكده لكن ما نسكتش أبداً على حاجة زي كده لان زي ما انتو شفتوا كده احنا عدنا عشر سنين مش عايزين ننسى مش عايزين ننسى الايام المقلمة اللي كانت بتمر علينا انا عموما ببقى شخص مبسوط جداً لما بشوف الناس اللي بحبها وصحابي وبقى مبسوط اكتر لما استضيف كاتب مهم صحفي مهم ومحلل سياسي عارف هو بيقول ايه وبيكتب ايه زي ضفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد ناجي امحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية منورنا استاذ يوسف اهلا ومتساعدة اعمل ايه كل تمام الحمد لله طيب انا هبأ بانه انا قلت في المقدمة قبل ما ندخل الفقرة على طول ويمكن حتى قبل ما كنا ناخد الفاصل قلت ما يحدث في سينة انا اظن لازم نتناوله بزاويتين في زاوية هي التنمية والعمران وسينة وزاوية اخرى هي ظلال السياسة صح او انا غلطان لا صح قيم اللي بيجرى في سينة بشكل عام سوى اذا كان بداية من الحرب على الارهاب مرورا بكل ما شاهدنا وصادفنا وتألمنا منه وما قدمنا من تضحيات عموما كوطن ذهابا الى القضاء على الارهاب في سينة وصولا الى مشروع قومي ضخم عملاق في سينة ظل السياسي ايه ظل السياسي فلسفة الحكم الخاصة بفخامة رئيس عفتاح السياسي والستراتيجية اللي هو حطيتها اللي بتتضمن مجموعة من الاهداف القصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل اللي تحقيها في اطار تحقي تنمية البشر البشر هم الكور يعني لفترة رئاسة تانية لفخامة رئيس عفتاح السياسي والستراتيجية دي قامت على انك انت عندك تحديين رئيسيين التحديين الرئيسين اللي كانوا قدام الدولة المصرية على طول بعد 2013 انك دولة بلا مؤسسات يعني احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع الهواء ان احنا انت كنت دولة فولا حاجة مفيش حاجة معندكش دولة معندكش مقاومات دولة ودي كانت فرصة لكل اللي كان عايز يلعب في دماغ الشباب في دماغ الناس ان هو يقدم اطرحات تطلقى والمد الثوري اللي كان موجود في هذا التوقيت والسيولة والسيولة الفكرية اللي كانت موجودة في هذا التوقيت ده نتج عنه فراغ في مؤسسات الدولة واستباحة مؤسسات الدولة وتفكيك مؤسسات الدولة مؤسسات ال انت كانش عندك برلمان ما عندكش دستور ما عندكش شرطة ما عندكش مؤسسات كتير اللي هي المفروض ان هي الادوات الحملة للدولة المصرية فانت كان الهم الرئيس عند خامة رئيس عفتاح السيسي اول ما تولى الحكم إنك إذا تستعيد مؤسسات الدولة في المقام الأول وده يمكن تحقق سريعا بعد توليه رئاسة الجمهورية في 2014 إن أنت بقى عندك دولة بمؤسسات بتشتغل على الأرض ابتدت ترجع مؤسستك الأمنية جناح الأمن الداخلي الشرطة المدنية بتدت تشتغل مع الجيش المصري على الأرض بالتعاون خلينا فاكرين المرحلة دي عشان المصرين يبقوا فاكرين إيه اللي حصل فينا بالزبط ده تاريخ مهم لازم نبقى فاكرين وفي نفس الوقت أنت ابتدت ترجع البرلمان ابتدت تستعيد فعالية المجتمع المدني بتاعك ابتدت تستنفر الطاقات بتاعته ابتدت تحط الجميع أمام مسؤولياتهم وكان الأهم في الحقيقة في التوقيد ده برضو عشان المصرين يبقوا فاكرين العقد الاجتماعي اللي تأسس بينهم وبين فخامة رئيسة عفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسة لجمهورية مصر العربية أي نظام حكم بيجي في العالم بيبقى فيه عقد اجتماعي بين الحاكم وبين المحكمين العقد الاجتماعي اللي كان بين الشعب المصري وبين فخامة رئيسة عفتاح السيسي كان يقوم على أمرين الأمل والعمل احنا نقوم الصبح احنا عايزين نفتكر الأغنية بتاعت الحملة في 2014 احنا نقوم الصبح بدري نحلم ونبتدي نشتغل ونبتدي نشتغل في كل القطاعات وعلى كل الأرض المصرية عشان نقدر نحقق حلم بكرة كان فيه حلم كبير عند فخامة رئيسة عفتاح السيسي عايز يحققه كان قدامك تحديين كبار بعد الموضوع ده كله التحدي الأول يتعلق بالإرهاب وتحدي الآخر يتعلق بالتنمية الأولوية المين فيهم ده فرض على الدولة المصرية أولويات مختلفة ولازم نبقى حطين في اعتبرنا ولازم نبقى حطين في اعتبرنا بالزبط وكويس جدا الإعلام المصري كان فيه في هذه اللحظة لأن ده حلقة الواصل اللي كانت تستطيع أن تصل ما بين الفكر السياسي للنظام المصري وما بين المواطن عشان المواطني يقدر يستوي الحلقة دي كانت في هذا الوقت حتى دي اللحظة مشوشة لأن انت ما كانش عندك حقيقات إعلامية ولا عندك أي ميو نظم الإعلام المصري ولا حتى كان عندك القدر العالي من الوعي اللي بقى متوفر عند الإعلامين المصريين والصحفين المصريين بعد استعادة فعالية هيئات الدولة الإعلامية في 2017 هنا انت بتديت تتحرك على مسارات مختلفة الحقيقة انت عايز تقول للناس إيه اللي بيحصل وانت عايز تقول للناس إيه التحديات والأولويات اللي كانت عند الدولة النظام كان عنده الحقيقة حلول كتيرة حل انك انت تجابه وتكافح التطرف والإرهاب وتترك عملية التنمية وحل انك انت تترك الإرهاب وتبدأ في عملية التنمية أو تسيب للتنين وتسيب الناس عايشة زي ما كانت ومقصوطة ورادية زي ما كانت في ظروف قبل كده وتواجه الإرهاب بالصورة النمطية التقليدية انك انت بتواجه الأمن من خلال بتواجه الإرهاب من خلال الأمن فقط الألة دي ما كانتش تنفع ويمكن احنا عايشنا فترة من الفترة لكنا بنقول عشان نقدر نواجه الإرهاب لازم نواجه الفكر الأول وعشان نشتغل على مواجهة تنظيمات إرهابية لازم من البداية نكتث الفكر المتطرف ده كان مهم جدا يكون موجود بس هل احنا لو كنا اشتغلنا على فكرة التوعية والتحصين الوعيوي لقطاع الشباب والمجتمع المصري ككل كنا هنضمن ان القطاعات فيه أو ما تتحولش من المتطرف اللي كانوا قادرين يوصلوله بتنظيمات مختلفة ويمكن هنا دور مهم جدا بتلعبه النهاردة قناة الوثائقية في فتح ازاي تنظيمات كتير كانت بتسعيل على الأرض في إطار شبابي ولكن كانت هي مرفق لي أو تكئة ينتقل من خلها الشباب إلى هذه التنظيمات لما بتيجي حضرتك تبص بقى للشكل ده كله طب الدولة هتعمل ده وتسيب التنمية هنا كانت الأولوية عند فخامة الرئيسة الفتح سيسي ودي فلسفة الحكم اللي قامت ان احنا عشان نقدر نهزم الإرهاب لازم نسرع بخطوات التنمية على مستوى الجمهورية ككل ويمكن هنا كانت سينة باعتبرها هذا الجزء الغالي هي مصر الأنبياء هي اللي ضحى في سبيلها كل بيت مصري لان اتصور ان بيوت مصرية كتير من بيوت المصريين والجيران اكيد هيبقوا عاشين ده بالدم ضحوا بإصابات عشان تستمر السينة مصرية السينة جزء من هذا الوطن وهي جزء من هذا الوطن كان معني باتجاه الدولة لتحقيق التنمية ومجابته ومكافحة التطرف والإرهاب الاشكالية كانت في السينة ان السينة كانت مشروع لتوطين التنظيمات الإرهابية في الفترة من 2012 ل2013 ازداد هذا المشروع ضراوة بعد الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو 2013 وهنا ابتدت تتحول سينة إلى عامل مقلق لمنظومة الأمن القومي المصري منظومة الأمن القومي المصري في النهاية هدفها هو الفرد يعني لازم يبقى متفهمين كويس جدا من أي نوع من أنواع الكلام الكبير جدا عن الأمن القومي المصري لازم يوصل للمواطن ببساطة أن الأمن القومي المصري هدفه أنك انت تعيش حياة هادئة أمينة مستقرة تتمتع فيها بكل حقوقك وواجباتك في ذلك قدرة الدولة على استنفار كل الطاقات عشان تقدر تحقلك أعلى معدلات التنمية اللي يخليك تعيش فيها قادر من رفاهية هل هم سابونا بقى نعمل ده سيبك بقى من العمليات الإرهابية اللي تمت على الأرض وسيبك من أن أبطلنا في القوات المسلحة المصرية وأبطلنا في الشرطة المدنية المصرية قدروا يواجهه ده هل هم سابونا نقدر نعمل ده ببساطة لا هم مستمرين لغاية النهاردة ده حتى لغاية بعد النهاردة الصبح بعد إطلاق هذا المشروع الكبير اللي احنا شفنا الاستفاف من خلاله استفاف الشركات العاملة والشاء وأبنائنا في القوات المسلحة وهم يمدون أيديهم في أيدي شرقهم المدنيين من أجل الانطلاق لمرحلة جديدة في تعمير سينة هل هم سابونا أن احنا نكمل؟ ده فخامة الرئيس كان بيتكلم النهاردة الصبح على قناة السويس وبعد انتهاء الاحتفالية مباشرة كان تريند رئيسي على تويتر يستهدف فخامة الرئيس وفكرة تاني بعقلات السويس يعني فخامته كان بينفي مباشرة على حديثه ده ننتهى الوضوح أن الأمر ده لا يمكن أنه يحصل وهم في نفس الوقت بيقلبوا الآية تانية لأنه هو ده هدفهم استمرار اختطاف الوعي واختطاف يعني العقل الجمعي للمصريين في اتجاه يحطم كل محاولات الدولة للسير بهدوء نحو التنمية المستدامة هو بيتصور أنه كل ما بيعمل لك نوع من القلق هو ما قدرش يعمل القلق بالإرهاب الدولة قدرت عبر قواتها المسلحة والشرطة المدنية نهاية واجهه هو بيحاول ويستمر في محاولات اختطاف الوعي ولا يائس محاولاته مستمرة عبر أكبر حملة ممنهجة بتشن على الوعي المصري حتى هذه اللحظة كتبت مقال بالفعل على فلسفة الجمهورية الجديدة في تنمية سيناء ووصفتها بأنها عبور تاني هقول لحضرتك أنا يمكن كنت كاتب جزء منه قبل كده في افتفحة مجالات الديمقراطية ويمكن أن أعدت النهاردة نشر أجزاء منه بالارتباط بما تفضل به دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي وعبر عنه نصا أنه العبور الثاني آه إحنا في عبور تاني إحنا من بعد 2013 الدولة مصرية تعبر عبورا جديدا نحو الجمهورية الجديدة متسلحة في ذلك بالعلم بالعمل بتوفير فرص العمل للشباب بالاستثمار النهاردة لحضرتك لو إحنا بنشاهد هذه الاحتفالية اللي كانت مقامة صباحا لازم نبص ونقف قدام من تم تكرمهم ويمكن حدثك استضافت عدد كبير منهم في الفصل الأول ولازم نبص قدام المساهمين المدنيين من أبناء سيناء المصريين اللي هم اشتركوا وتفعلوا مع قواتهم المسلحة ولازم نرجع وتقفوا المصريين وتبصوا على الشاشة بتاعت الشركات العاملة في هذا القطاع ما هو مش ممكن أن قواتنا المسلحة عندها خمسة مليون ولا ستة مليون ولا عشر مليون عامل وموظف يقدروا يشتغلوا في هذه المشروعات ويقيموا هذه المشروعات دول الشركاء المدنيين في الموضوع دور القوات المسلحة وده جوهر من جواهر المقال اللي أنا كنت بقوله أن هذا العبور يتم من خلال برضو قوات المسلحة الشريفة المصرية هذه القوات أخذت على عطقها أن تنظم هذا التحول عبر مسؤوليتها عن سد فجوة العجز الاقتصادي لأن هذه المشروعات في البداية كانت تحتاج إلى تمويل كبير جدا التنظيم الجيد لجهود الشركات العاملة في هذا الإطار العمل على مكافحة التراهل اللي كانت مصابة به بعض قطاعات الدولة خاصة في الصحة والتعليم ويمكننا نحن شايفين الاهتمام بهذا المكون النهاردة كان منعكس هو بيحاول دايما يبعدك عن مساحة أنك أنت تتكلم في الحاجات دي ياخدك بعيد عن أنك تشوف الجامعات والمدارس والمعاهد اللي تم إعدادها ياخدك بعيد عن أنك تتكلم عن المستشفيات اللي تم افتتاحها وتجهيزاتها ياخدك بعيد عن أنك تشوف مستشفى الشرم الشيخ ويتتحول إلى أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة في جمهورية مصر العربية هو عايز يبعدك عن المساحة دي كلها ويفضل واخدك في مساحة اختطاف الوعي القوات المسلحة المصرية الشريفة قدرت أنها عبر إدارة حكيمة ورشيدة أنها تمارس دورها في حماية الدولة المصرية وحماية الأمن القوم المصري القوات المسلحة ليست دورها فقط في أثناء الحروب ولكن دورها أيضا ممتد أثناء السلام والجيش المصري علشان نقدر نكون فاهمينه وفاهمين طبيعته وطبيعة عمله في الدخل المصري يرتبط بالشعب المصري الروباط بيجعل الآخر في حالة انزعاج دائم هو مش قادر يعمل نوع الفصل لأن هذا جيش من رحم الشعب وشعب أبنائه في القوات المسلحة وفي الشرطة المدنية والله فكرة في دماغي مرتبطة بنفس ذات المصطلح كنت لسه أسألك فكأنك قريت اللي بزهني لن أسأل سؤالا سازجا اللي هو ولماذا ينزعج البعض من وجود علاقة ما بين الجيش وما بين المجتمع والجيش وما بين المؤسسات العاملة الاستثمارية الخاصة في سيناء أو في غيرها لكن إلى أي مدى هو هذا الانزعاج إلى أي مدى هؤلاء البعض يستشعرون خطورة من هذا الترابط وأستأذن أروح للفصل ونرجع بعد الفصل مع كاتبنا صحفي الكبير وسيد أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بعد إذنك واستنونا اللي فدكوا واللي جايكم تاني أي وقت تفتكروا إن إحنا بعد التضحية اللي قدموها أهالي سيناء حنور متشكرين بالكلام لا إحنا عنهم متشكرين بالاهتمام وبالعمل الإرهاب اللي كان موجوده اللي كان بيعيق الحياة مش التنميق بس الحرب اللي بتاعت الإرهاب خلصت فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء نقدر نقول النهاردة نحب فيه كمية أراضي نقدر إنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة دي إن شاء الله اللي بكلم هنا على سيناء لما اجتمعت القلوب قلوب الناس كل الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة طيب كل الترحيب بضفنا العزيز والرائع الأستاذ أحمد ناجي أمحا كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وكنت قبل الفصل بسأل مش هسأل ليه منزعجين لكن مدى الانزعاج إيه؟ منزعجين جدا بالطبع لأن هذه العلاقة هي الأفسادة كل المخطط اللي كان بيتم رسمه للإقليم مش للدولة المصرية بس للإقليم بالكامل ونسمى هذه الجهود الشعبية اللي احتضانتها القوات المسلحة المصرية وتبنت مطالب الشعب في بيان 3 يوليو اللي أنا بعتبره البيان التأسيسي للجمهورية الجديدة البيان ده خلص على كل المخطط اللي كان بيتم تخطيطه في الإقليم هو بينزعج لأن هذا التلاحم بيمكن القوات المسلحة ويمكن الشعب المصري من المضيق قدما وبسرعة كبيرة جدا في معدلات التنمية هو عايز يفسد هذه العلاقة بأي طريقة من الطرق هو شايف أن استمرار هذه اللحمة على المدى البعيد يمثل خطرا على أي مشروع آخر يعني اللي عرقلت أو كعبالت الدولة المصرية في مخططاتها التنموية اللي جاي هو فاهم كويس قوي أن العمود الحامل لكل مؤسسات الدولة التانية العمود اللي بترتكز عليه كل مؤسسات الدولة التانية هي قوات المسلحة المصرية وهي الجيش المصري وبالتالي هو من همه جدا أنه يستهدف هذه القوات بأكبر كم ممكن من الشائعة مين على رأس هذه القوات فخمت رئيس عفتاح السيسي طبعا بالإطار ده هو التارجد هنا واضح تماما هو بيحاول أنه يستهدف المستين وده كان هدف دايم على فكرة من 2011 كان هدف دايم أنه هو بيتكلم على المجلس أعلى القوات المسلحة اللي هم سموه في وقت ملقات سكاف وكانوا بيحاولوا يقولوا للشعب المصري لأ ده ده حاجة غير بقية الجيش المصري الجيش المصري ده بتاعكم دي الفكرة اللي طول عمرهم بيلعبوا عليها وهي دي الفكرة اللي بتقرقهم على مدار التاريخ هذه القوات الشريفة اللي عملت لصالح تنمية الدولة المصرية ولصالح مستقبل الشعب المصري من 52 لغاية النهاردة ويمكن من قبل 52 كمان لغاية النهاردة منذ توحيد القطر المصري وهذه القوات الجيش المصري يعمل من أجل الوطن الإشكالية عندهم أنه هم مش قادرين يستوعبوا هذه العلاقة والإشكالية عندهم أنه هم دايما بيحاولوا يضربوا هذه العلاقة والفترة الأخيرة مع بروز الدور التنموي القوات المسلحة المصرية على هذا النحو عمل لهم نوع من الإرباك الشديد في مخططاته ليه؟ لأنه هم كانوا مش متخيل أنه يبقى فيه مؤسسة مصرية قادرة على إدارة الدولة المصرية على هذا النحو الحداسي وعلى هذا النحو من السرعة وعلى هذا النحو من التمكن في إدارة مفاصل الدولة المصرية المختلفة والنهوض بها سريعا أنا نفسي بس نقف ونفكر كمصريين إحنا كنا فيه من 2011 ل2013 كنا فيه من 2013 ل2015 ونشوف إحنا حققنا قد إيه إنجازات من 2015 لغاية النهاردة في كل القطاعات الصناعية نفسي كل واحد يقعد يمسك وراء وقلم ويراجع المشروعات القومية ويشوف المشروعات القومية تم افتتاح فيها عدد المنشآت الصناعية قد إيه يشوف الزراعة ويشوف المكتسبات والإضافات اللي تمت للرقعة الزراعية المصرية قد إيه يشوف مشروعات المياه وتحليط المياه والمياه البديلة يشوف الطاقة ويشوف الطاقة الهيدروجينية ويشوف الدولة المصرية بتتقدم إزاي في ملفات حدثية جدا في هذا الملف بما يمكنها من هي تكون على رأس الدول المصدرة للطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية لكل دول أقليم يشوف الدولة المصرية وهي بتتحرك في اهتمام بالشباب في خطوات ما كانتش موجودة قبل كده وتمكين الشباب ودي نقطة دايما بيحاولوا يسخروا منها ويعملوا جاب ما بين جيل الشباب وما بين الدولة وقلهم لا أصل اللي بيتم اختيارهم لي ما عرفش البرنامج إيه لا دول أصل دول مميزين أنا نفسي إن إحنا يعني نهدأ ونعيد التفكير أكيد كل تجربة فيها أخطاء ولكن الخطأ لا يدفعني إلى القطيعة ولا يدفعني إن أنا أذهب لكي أستمع إلى هذه الشائعات والأكاذيب لكي أرددها بلا وعي ولازم نبص إزاي إن هم بيستغلوا الأزمات هو عمل لنا أزمة كبيرة طول الفترة اللي فاتت في الأسعار ونيجي ناخد نموذج مثلا من قدرة الدولة على مجابة الأسعار في أحد السلع الرئيسية والمنتجات الرئيسية إزاي الدولة اشتغلت على هذا الملف وتراجع شديد جدا حصل في الأسعار على مدى 3-4 إيام دمه هنا أنت بتتكلم على استغلال حتى نفوس استغلال نفوس ضعيفة في الداخل لبعض الأزمات من أجل إحراج النظام هنا الدولة بتحارب عبر مجموعة من الأدوات المستهدف الرئيس هنا في النهاية بيحقق الغرض اللي الثاني عايزه من بره إنه يخلق أزمة وأزمة ثقة ما بين القوات المسلحة المصرية وبين الشعب المصري وده أمر لن يتحقق لأن الشعب المصري شايف على أرض الواقع أن هذه القوات هي التي حمت هي التي صانت هي التي تبني هي التي تعمر هي التي بالفعل قادة عملية العبور الأول في أكتوبر 73 وهي الآن التي تقود العبور الثاني المستمر إحنا ما انتهناش من مرحلة العبور هذه المرحلة مرحلة مستمرة مصر في حالة حرب من 2011 أنا بقى عن نفسي ببص لده كده إن إحنا في حالة حرب من 2011 لغاية النهاردة تتعدد الوسائل تتعدد الأسليب تختلف الأهداف والأليات لكن الدولة مصرية تحارب حتى هذه اللحظة بمجموعة من الأدوات المختلفة اللي لازم نكون منتبهين لها ولا نحيد عن التصدي لها كلنا كمصريين طيب أنا وأنا بشوف اللي حصل النهاردة الصبح الفكرة الرئيسية اللي جات في ذهني هي إنه الأول مرة يحصل عملية الربط الكامل المحكم ما بين الجزء الأسيوي والجزء الأفريقي في جمهورية مصر العربية وإنه هذا الربط ما هواش مجرد كمان معبر ما بين القارتين ولا معبر اقتصادي ما بين مصر وما بين الأشقاء العرب سواء إذا كانوا في الخليج أو في الشام أنا بتكلم على معبر حقيقي اقتصاديا ما بين إفريقيا وما بين أسيا ربط حقيقي سياسيا ما بين إفريقيا وما بين أسيا هل المزيع محق أم هو مجرد حالم سازق؟ لا أنت حضرتك مش حالم طبعا حضرتك سياسي وسياسي بارع وأنا عارف ده كويس لا خالص بس خلينا أقول على أرض الواقع أن اللي أنت بتقوله ده هو ده بالفعل الحقيقة هو لكان الهدف فصل فصل الرابط اللي حقيقي بتتكلم عليه ده أن هذا الرابط يعني عزل يعني عزل من الدول المصري يتم اقتطاعه من الدول المصري ده كان أحد مستهدفات 2011 وكانش هو بس كان الأطراف بتاعت الدولة المصرية كان مخططة أن هي تقتطع منها نوبة الغرب أهداف كتير جدا كان مخططة في هذا اللحظة ومش لازم ننسك مصريين ونسقطه من الذاكرة اللي كان بيحصل فينا ده كان على الأرض بيتم تنفيذه لولا صمود هذا الشعب ولولا أبنائنا في قوات المسلحة المصرية اللي تبنوا وعلى رأسهم الفريق أو العفتاح السيسي في هذا التوقيت مطالب الشعب المصري خلينا نقف عند حاجة تانية ونقول اللي حريك بتقوله ده هل هو مرتبط بالفعل باستراتيجيات أو فلسفة تنمية السيسي ولا لا هو مرتبط بها لما حداك بتشوف فكرة فخامة الرئيس اللي كان بيتكلم عليه طول السنين اللي فاتت ويمكن في افتتاح الأنفاء وفي أكتر من مناسبة كان فخامة الرئيس عفتاح السيسي بيتحدث عن أهمية موقع سيناء بالنسبة للدولة المصرية وازاي أنه لابد أنه نمد هذا الرابط وأنه نتواصل ونزيد من قدرات ونحفز إمكانيات أبناء سيناء علشان نقدر نجعلها بالفعل هذه الحلقة الرابطة أو هذه الحلقة التي تمكن الشرق والغرب من الارتباط عبر الأراضي المصرية طيب النهاردة وإحنا بنشوف الكلام العملي اللي شرحه دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي وهو يتحدث عن الأنفاء وإزاي إحنا زودنا عدد الأنفاء كان عندنا نفأ واحد بس شهيد أحمد حمدي النهاردة بقى عندنا خمس أنفاء إزاي إحنا عملنا شبكة طرق حوالي 3000 كيلومتر إزاي إحنا بنزيد من عدد الموانئ ولازم هنا نقف والمصريين يفكروا هو ده بيتعمل ليه يعني هل هل دولة ليست لها أولويات غير إن هي تعمل أنفاء وكباري وطرق وحاجات زي كده ولا هذا هدف أبعد في حاجة اسمها التنمية مستدامة ما يتم على الأرض في جمهورية مصر العربية ككله وهو سيناء جزء منها إنك إنت بتعمل تنمية مستدامة ما بتبصش تحت رجليك بس أنت بتبص للمستقبل أنت تستهدف المستقبل أنت تصنع الفرق مع المستقبل أنت تتحدى زحمات المستقبل أنت تتحدى فكرة مكانة مصر في المستقبل هتكون إزاي لما بتكلم على مشروعات الطاقة والغاز وتقول أنا عندي موانئ وموانئ لوجستية وعندي مناطق استثمار لوجستية في شرق التفريع وشرق بورسعيد ونشوف مدينة الإسماعيلية الجديدة ونشوف المناطق الاستثمارية في قلب سيناء نفسها ونشوف التجمعات السكانية الجديدة ونشوف المناطق الزراعية اللي بيتم توفيرها في قلب سيناء علشان سدف فجوة الغزائية هناك ونشوف كل المشروعات اللي بيتم على الأرض دي ونحاول نربط بقى شبكة المواصلات دي طب هي عايزة إيه؟ هي عايزة ضمان انتقال آمن وتعمير سريع لكل الخروج من الشريط الضيق لوادي النيل بخامة الرئيس اتكلم عنها النهاردة قال نحن عايشين على الشريط الضيق لوادي النيل مساحة سيناء بالضبط توازي هذا الشريط الضيق لما نيجي نقايس المساحتين مع بعض ما احنا نحتاجين نتمدد ونتوسع سيناء مش فرصة سيناء هي أرض مصرية طالما أهملت وطالما أهملت العلاقة بيننا وبين أهلها أهلها مش بمعنى مش بمعنى ان هما غربة عننا لكن بمعنى ان احنا سمحنا للآخر انه يكون جواه عقيدة ويخليه حس ان احنا مش منه كنا بنشوف ده انا كنت بشوف ده على الأرض وانا بشتغل معهم في فترة مفرد في استطلعات الرأي النهاردة المكون ده ما بقاش موجود النهاردة شوفنا على الأرض التلاحم الكبير اللي حصل ما بين ابنائنا العاملين في الشركات المدنية برؤوس أموال سينوية وابنائنا العاملين والمدنيين الموظفين المصريين شوفنا المصريين المقيمين في سيناء وهما بيشتغلوا في مشروعات تنمية في قلب الوادي صح؟ وشوفنا ناس من الوادي بتروح تشتغل هناك هذه الحركة تزيد وتزوب من عوامل الفرقة اللي حاول البعض ان هو يخلقها في لحظة من اللحظات واللي استغلوها في لحظة من اللحظات لإحداث هذه الوقاعة واللي حاولوا ان هم يروجوا ليها ويكرسوها ويظهر بعض النشاطاء من هناك يستغلوها ويتحدثوا عنها وإحنا حضرنا كلنا تاريخ مجيد لهؤلاء النشاطاء خلينا نحط تحت مجيد دي 30 خط أحمر لهؤلاء النشاطاء اللي اشتغلوا بالفعل على وعي المواطن السناوي في هذا التوقيت وحاولوا ان هم يشحنوه ضد بلده ويوظفوه ضد بلده النهاردة الدولة المصرية بهذا الاقتراب الفلسفي التنموي الكبير اللي رايحه من خلال مش بس الاهتمام بطرق وكباري وموانئ ومشروعات ومدارس وصحة وآخره لكن الأهم التنمية للفرد علشان هذا الفرد يكون قادرا على استعاب المتغيرات اللي بتحصل حواليه القدرة على التصدي المخططات اللي بتحصل حواليه ان يكون فرضا منتجا ومفكرا ويستطيع صد من يظهر من بينه يحاول ان يحدث مثل هذه الوقيعة في المستقبل دي امور كلها مهمة جدا ما كانش يقدر يعمل المهمة دي بهذه الكفاءة وعلى زي النحو العالي من الاداء اللي ابنائنا في قوات المسلحة المصرية اللي هم دائما على رباط مع مصريين المقيمين في سيناء وهم اللي دايما التاريخ بيجمحهم في نضالات مستمرة ودايما لازم نفتكر الافلام اللي بترسخ لهذه البطولات اللي تلحم فيها المصريين في سيناء وابنائنا في القوات المسلحة المصرية انا مش عارف اشكرك ازاي على انه قابلت دعوتنا المتوضعة للحضور في البرنامج فاشكرك بجد من قلبي واشكرك جدا بالمناسبة على هذا على المقال او السلسلة لو صح التعبير ومسألة فلسفة الجمهورية الجديدة وفلسفة الحكم انا اظن ان احنا المحتاجين المزيد من الكتابات الفكرية حول مسألة فلسفة الحكم الجديد في مصر وفلسفة الجمهورية الجديدة فانا اشكرك بجد من قلبي اسمحنا انا اشكر بردوسف احمد الخطيب اللي قتاح لفرصة ان انا اكتب سلسلة المقالات دي الحقيقة انا كنت محتاجها جدا ان انا حاول اعبر عن بعض التقدير لهذه الدولة اللي انا شايف ان هي تستحق كتير مننا احنا لسا ما عملناه اشتجاه احمد الخطيب ده حاضرا غائبا صادقنا المشترك والوفي والجميل بالمناسبة انا عايز اشكرك مرة تانية وانا اشكرك احمد الخطيب جدا هو عارف انا احب ودي الصحبي اشكرك جدا 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 بالمناسبة وانا بختم انتو خدتوا بالكو في متن الكلام كله من الصبح لحد دلوقتي ان احنا في سيناء بنشتغل على خمس مطارات مطارات خمسة طب انت فاهم يعني ايه خمس مطارات في سيناء ولا لأ بامانة ساء عليك النبي يا شيخ لقدتها ولا لأ دولة بتعمل خمس مطارات في منطقة كانت تعاني من ارهاب غاشم جاثم دامي مرير افهم بقى اقولك انا اسيبك مع كريم رمزي بعد ثواني وبرنامجه رقم عشرة ولو كلنا العمر هجيلك بكرة تاني بإذن الله في نفس المعاد نتكلم في نفس الموضوع وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة